بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم لمادة الرياضيات للصف الثالث الابتدائي لها التربية الفكرية الفصل الدراسي الثاني معكم المعلمة أمل التمامي اليوم بإذن الله سنكمل موضوع العدد تسعة لكن قبل أن أبدأ الدرس لا بد أن نذكر بالقوانين أو آداب الدراسة عن بعد وهي الحرص على الذهاب إلى دورة المياه قبل بدء الحصة إحذار الكتاب والقلم وضعها بجانبك عند الحاجة لها الجلوس بشكل صحيح في مكان هادئ بجانب ولي أمرك حتى يستطيع مساعدتك عند الحاجة وأيضا حتى تستطيع التركيز مع المعلمة لا بد أن تكون في مكان هادئ وعدم مغادرة الحصة قبل انتهاء الدرس طيب نبدأ بالأهداف التعليمية أن يكرر الطالب والطالب العدد تسعة خلف المعلمة ثم يسمي العدد تسعة أما الهدف رقم ثلاثة يميز الطالب والطالب العدد تسعة من بين عدة أعداد ثم يمثل المدلول المناسب للعدد تسعة أما الهدف رقم أربعة يرتب الأعداد من واحد إلى تسعة بالتسلسل ما المقصود بالتسلسل؟ يعني بالترتيب يعني بالترتيب طيب نبدأ درسنا اليوم بقصة أحمد في المكتبة هذا الولد اسمه أحمد ذهب للمكتبة يريد شراء بعض الأدوات المكتبية طيب خلونا نشوفوش اشترى أحمد من المكتبة اشترى قلم رصاص قلم رصاص لكن أنا ما أعرف عدد الأقلام الرصاص اللي شراها أحمد من المكتبة يلا عدوا معاي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة إذن كم قلم اشترى أحمد تسعة أقلام هذا هو شكل العدد تسعة طيب أيضا ماذا اشترى أحمد من المكتبة نشوف اشترى قلم أزرق طيب خلونا نشوف كم عدد الأقلام الزرقاء التي قام بشرائها أحمد من المكتبة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة أيضا تسعة أقلام زرقاء إذن أقلام رصاص تسعة وأقلام زرقاء تسعة أيضا خلونا نشوف بعد إش اشترى أحمد من المكتبة من الأدوات المكتبية اشترى دفتر طيب كم دفتر اشترى يلا نعد مع بعض يلا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة تسعة الدفاتر إذن هذا هو شكل العدد تسعة إذن تسعة أقلام رصاص تسعة أقلام زرقاء تسعة دفاتر كلها تمثل مدلول يعني الشيء الذي يدل على العدد تمثل مدلول العدد تسعة الشيء الذي يدل على العدد طيب الآن اللي نبغى نعرف ترتيب العدد تسعة في خط الأعداد إحنا تعرفنا على العدد هذا تذكرون اسمه؟ أحسنتم واحد يلي اثنان ثم ثلاثة ثم أربعة ثم خمسة ستة سبعة ثمانية وبعد الثمانية يأتي عددنا لليوم العدد تسعة إذن ترتيبه يأتي بعد العدد ثمانية دائماً لما أجرت بالأعداد بالتسلسل أو بالترتيب أعرف إن بعد ثمانية تسعة بعد ثمانية ماذا؟ تسعة هذا هو ترتيب الأعداد هذه الأعداد أخذناها سابقاً تعرفنا على اسمها وترتيبها اليوم هذا العدد هو اللي بنتعلم على وين ما كان في خط الأعداد ليس شرطاً يكون مثل هذا الخط قد يكون مثل هذا القطار الذي أمامكم الآن على الطاولة هذا قطار يمثل عربات القطار وعندي بطاقات الأعداد تتوقعون أول عربة سأضع فيها الرقم ماذا؟ مثل خط الأعداد ماذا وضعت؟ واحد صحيح؟ في خط الأعداد وضعت واحد إذن في العربات ماذا سأضع؟ أيضاً العدد واحد هذا هو العدد واحد سأضعه على أول عربة يلي اثنان ممتاز هذا هو العدد اثنان سأضعه أيضاً في العربة الثانية يلي العدد اثنان ما هو؟ ثلاثة ثم أربعة أحسنتم يا أبطال يلي الأربعة أي عدد؟ خمسة ممتاز ثم بعد الخمسة أحسنتم ستة يليه العدد سبعة ثم العدد ثمانية من الذي يأتي بعد العدد ثمانية؟ اللي هو درسنا اليوم أحسنتم العدد تسعة العدد تسعة هذا هو شكل العدد تسعة سأضعه على العربة التاسعة من عربات القطار إذن هذا المقصود فيه ترتيب الأعداد بالتسلسل شوفوا كيف رتبتها بالتسلسل؟ يعني بالترتيب ما قدمت عدد على عدد؟ لا أمشي بالترتيب وأضعها في خط الأعداد أو على عربات القطار طيب نأتي الآن عشان نعرف ونحفظ شكل العدد تسعة هذا هو شكله طيب لو وضعت مجموعة من الأعداد المختلفة اللي أخذناها سابقاً وأريد منكم أن نضع دائرة حول العدد تسعة مثل هذا العدد تسعة وين من بين هذا الأعداد الموجودة في الأسفل؟ كل مربع يوجد داخل عدد بس أنا أبغى العدد تسعة حتى أضع حوله دائرة أين هو العدد تسعة؟ نشير على الشاشة لولي الأمر الذي بجانبك أين هو العدد تسعة؟ ممتاز هنا هذا أول عدد يمثل العدد تسعة طيب هل يوجد عدد آخر يمثل العدد تسعة؟ نشير على الشاشة ممتاز يا أبطال هذا أيضاً تسعة نفس بعض هنا تسعة وهنا تسعة هنا تسعة وهنا تسعة أحسنتم طيب لو سألتكم عن اسم هذا العدد أخذناه سابقاً نقلونا الراجع عشان ما نفقد المهارة هذا العدد وش اسمه؟ ممتاز خمسة وهذا العدد أحسنتم أربعة وهنا اثنان قد يكون شكله بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة كلها تمثل اثنان طيب نشوف شيء آخر ضع خطاً أسفل الدائرة التي تحمل العدد تسعة أيضاً عندي مجموعة من الدوائر كل دائرة تحمل أيضاً داخلها عدد أنا أريد العدد تسعة يلا نتعرف على شكل العدد تسعة وين من بين هذه الدوائر أحسنتم الدائرة الأولى تمثل العدد تسعة سأضع أسفلها خط طيب هل الدائرة الأخرى تمثل العدد تسعة؟ تمثل أي عدد؟ انظروا للعدد داخلها أحسنتم ستة سأتركها يليها تسعة أحسنتم إذن صحيحة سأضع أسفلها خط ثم ثلاثة سأتركها لا أريد ثلاثة أنا أريد تسعة يليها ممتاز تسعة إذن هذا العدد المطلوب سأضع أسفلها خط بعد التسعة آخر عدد خمسة أحسنتم يا أبطال إذن هذا هو الحل الصحيح لهذا النشاط طيب الآن بنمثل المدلول قلنوا ما معنى المدلول؟ الشيء الذي يدل على العدد سواء رسمت دائرة سواء رسمت خط مستقيم أو خط متعرج أو أي رسمة حتى لو نقاط هذه تدل على العدد يعني زي مثلا الآن هنا واحد سأرسم دائرة واحدة هذا المقصود في المدلول مثلت لي مدلول العدد واحد طيب اثنين كم سأرسم من دائرة لتمثل المدلول؟ أحسنتم دائرة واحدة ثم الثانية دائرتين طيب ثلاثة كم سأرسم من دائرة؟ أحسنتم ثلاث دوائر نعد واحد اثنين ثلاثة العدد أربعة كم سأرسم من دائرة؟ ممتاز يا أبطال أربعة دوائر واحد اثنين ثلاثة أربعة وأتوقف لأنها تمثل مدلول العدد أربعة طيب نجي العدد اللي يلي الأربعة ما اسمه؟ ممتاز خمسة كم دائرة؟ لتمثل مدلول العدد خمسة خمسة دوائر أعد واحد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وأتوقف خمسة خمسة خلاص طيب ستة كم دائرة سأرسم؟ ممتاز ستة دوائر أعدوا معي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة وأتوقف يليها العدد ماذا؟ سبعة ممتاز واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثم العدد ثمانية ممتاز واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية عددنا اليوم ما اسمه؟ تسعة ممتاز طيب تتوقعون كم دائرة سأرسم عند العدد تسعة حتى تدل على المدلول أيضا تسعة دوائر طيب نعد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة دوائر لتمثل مدلول العدد تسعة واضح؟ طيب سأتوقف عن الشاشة وأبدأ بالوسائل اللي ممكن نستخدمها لتمثل المدلول ليس فقط هدف تعليمي وأيضا فيه تقوية لعضلات الطالب عضلات اليدين والأصابع اللي هو نظم الخرز نظم الخرز إني أحضر مثل هذا الخرز وخيط وأطلب من الطالب أن يضع لي تسعة من الخرز تسعة هذا هو شكل العدد تسعة تسعة من الخرز يلا أبدأ بنظم الخرز وأضع تسعة من الخرز لتمثل العدد تسعة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة إذن أنا هنا مثلت مدلول العدد تسعة وتدريجية ممكن أصعبها عليه بحيث أني أزيد المشتتات أزيد عدد الخرز لكن في البداية أضع تسعة ثم أبدأ بزيادة عدد الخرز لوضعها كمشتتات للطالب أيضا بإمكاني أستخدم مثل هذه الصبورة وأكتب العدد وأضع مثلا أطلب من الطالب أن يرسم مثل هذه الخطوط خط واحد ثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة لتمثل المدلول بدل الورقة يعني من باب التغيير حتى لا يشعر الطالب بالملل أيضا من الأشياء اللي أقدر أنا أستخدمها اللي هي النرد يوجد داخل أعداد لو تلاحظون ونقرب شوي الكاميرا خمسة سبعة ثمانية مثلا أطلب من الطالب أن يرمي النرد وإذا طلع العدد يقوم بقراءته ثم يمثله بالمدلول بوضع مثلا عدد سبع من الخرز الموجودة هنا لتمثل مدلول العدد الموجود في النرد أيضا من الأشياء الممكن نستخدمها لتمثل مدلول مثل مجسم اليدين هذا وأطلب من الطالب أن يعد الأصابع يستخدم أصابع هذا المجسم أو يستخدم أصابع يديه حسب إذا كان متوفر عندكم هذا المجسم حلو من باب التغيير إذا كان غير متوفر أستخدم أصابع اليدين يلا نعد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة إذن أنا هنا مثلت شكل العدد تسعة أو مدلول العدد تسعة باستخدام اليدين أو هذا المجسم أو بإمكاني أن أعمل مثل هذه البطاقات أيضا إذا كان أيضا هذا المجسم غير متوفر أستخدم مثل هذه البطاقات لتمثل مدلول العدد تسعة وضع مثلا معها مشتتات وأطلب من الطالب أن يستخرج اليد التي تشير إلى العدد تسعة أين هي ويستخرجها من بين عدة بطاقات. إذن هنا عدة طرق لاستخدام هذه اللعبة. أتمنى أن يكون درس اليوم مفيد لكم عزائي الطلاب والطالبات. ولا ننسى عزائي أولياء الأمور تعميم المهارة مع الطالب والطالبة باستخدام الأغراض المتوفرة في البيئة المنزلية. مثل ما فعلت لكم الآن. بإمكانك عند إعداد وجبة الغداء. إحضار مثلا صحون أو أدوات المائدة بناء على عدد أفراد الأسرة. مثلا خمسة صحون أربعة صحون وهكذا. أيضا من خلال قراءة القصص التعليمية التي تحتوي على الأعداد ومدلول الأعداد لتعميم المهارة حتى لا يفقدها. من العدد واحد وحتى العدد تسعة. تمنى أني كنت درس اليوم مفيد لكم. كاتماكم المعلمة عامل التمامي. مع السلامة.